خطف فريق فارقو فوزا قاتلا من أمام نظيره الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمنه منافسات الجولة الرابعة من الدوري وسجل هدف اللقاء اللاعب فارقو الجزائري رزقي حمروني في دقيقة تسعين بلاس واحد من دسديدة من داخل منطقة جزائر الإسماعيلي ساكنت شباك محمد فوزي وحقق فريق فارقو بذلك الفوز الأول بالموسم الجاري ليصبح رصيده أربع نقاط في المركز الثلاثتاشر بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثلاثتاشر وجاءت الخطورة الأولى من اللقاء في دقيقة أربعة للإسماعيلي بعدما سدد لعبه محمد عبد السميع كرة قوية من أمام منطقة الجزاء ولكن تصد لها حارس فارقو وكذا محمد فخر يتقدم لنادي فارقو في دقيقة 19 ولكن تسديداته من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في العرضة وتوقف اللعب في دقيقة 33 بعد إصابة لعب الإسماعيلي محمد مخلوف ليضطر المدير الفني أهاب جلال للدفع باللعب محمد حسن بدل منه في دقيقة 35 وسدد لعب الإسماعيلي محمد عبد السميع كرة خطرة من خارج حدود منطقة الجزاء لفارقو ولكن ارتطمت في رأس زميله يو أنور الذي كان متسللا في دقيقة 43 وبدأ الشوط الثاني من المباراة بضغط سيطرة من قبل الإسماعيلي صاحب الأرض في محوله لخطف هدف الفوز وسدد لعب الإسماعيلي محمد حسن كرة قوية في دقيقة 50 ولكن تصد لها حارس مار مفارقو وخرجت لركنية نفزها عبد الرحمن مجدي من يمين الملعب وأبعدها الدفاع وأرسل لعب الإسماعيلي يد العسقلاني كرة عرضية من يسار الملعب ولكن لم تجد من يقابلها لتخرج رمية مارمى وسدد لعب الإسماعيلي يو أنور كرة قوية في دقيقة 58 من داخل منطقة جزاء فارقو ولكن عالت العرضة ودفع المدير الفني لفريق الإسماعيلي إهاب جلال في دقيقة 59 باللاعب باس مرسي بدلا من مروان حمدي وقاد شكر نجيب لعب فارقو هجمة من يسار الملعب في دقيقة 70 قبل أن يرسل كرة عرضية تصدى لها محمد نصر لعب الإسماعيلي وحصل فريق فارقو على ركلة حرة مباشرة سددها شكر نجيب من أمام منطقة جزاء الإسماعيلي في دقيقة 75 ولكن تصدت لها العرضة وارتكب عبدالله باكري مدافع فارقو مخالفة مهاجم الإسماعيلي يو أنور في دقيقة 83 من على حتود منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة قبل أن يستدعيه حكم الفيديو ليراجع البطاقة الصفراء ولكن الحكم استقر عليها وسدد لاعب الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي الركلة الحرة مباشرة لترططب في وجه شكر نجيب بالحائط البشري لفارقو ليسقط مصابا في دقيقة 85 وسجل لاعب فارقو رزق حمرون الهدف الأول لفريق الإسماعيلي في دقيقة الأولى من الست دقائق الوقت بدل من الضايع بعدما هيئ زميله أحمد شريف له الكرة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ليسكن الكرة الشباك وحصل فريق الإسماعيلي على ركلة حرة مباشرة في دقيقة 96 تسددها لاعب الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي من أمام منطقة جزاء فارقو ولكن تصدى لها القائم لينتهي لتنتهي المباراة بفوز فارقو على الإسماعيلي بهدف دون رد ويترك الحصرة لجمهور الدرويش